اصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها برئاسة فاطمة حبيب نائب رئيس الجمعية للاستماع لردود وزيرة الصحة الناهمة حمدي المكناس على السؤال الشفاهية الموجهة إليها من قبل النائب أحمد محمد محفوظ والمتعلق بواقع المستشفيات المركزية والتخصصية والإشكالات المتعلقة بانتظام توفير الأدوية ذات الجودة المطلوبة ومدى قدرة هيئات التأمين الصحية على المساهمة في توفير الصحة للمواطن وطالب النائب الوزير بتوضيح السياسة التي يتبعها قطاع الصحة للتغلب على مختلف الإشكالات القائمة في هذا القطاع وخاصة بالنسبة لوضعية المستشفيات على مستوى مدينة المكشوت وأوضحت الوزيرة في ردها على السؤال أن جائحة كوفيد-19 مكنت من معرفة جوانب القوة والضعف في القطاع الصحي في بلادنا وفي مختلف المرافق الصحية في مختلف دول العالم ومدى قدرة المرافق الصحية على التكيف مع الأزمات وقالت إن الحكومة تعمل تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الرازواني على تحسين الوضعية الصحية لمواطن والتوظيف الأمثل للموارد المعبئة لهذا الغرض حتى يستفيد منها كافة المواطنين وأكدت أن القطاع يعمل على تجاوز كافة التحديات التي تواجه النظام الصحي التي من ضمنها ما هو عالمي ويقليمي ومحلي كالأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية والأوبئة والأمراض المعدية من خلال بناء تضامن عالمي للأمن الصحي للتأهب من أجل مواجهة الأزمات الصحية وأشارت إلى أن القطاع يعمل كذلك على وضع نظام صحي في مجال رعاية الطبية من حيث التنظيم والإنسيابية وجودة الخدمات وتسيير النفايات الطبية مشيرة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة في أفق رؤية موريتانيا 2030 في إطار تنفيذ التزامها والتعهدات التي قامت بها أمام المجتمع الدولي خصوصا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على تمكين جميع المواطنين من الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وحصولهم عليها في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة داخل النظام الصحي الوطني وأشار نواب في مداخلاتهم إلى أهمية تطوير نظامنا الصحي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين خاصة في المناطق النائية مطالبين الوزيرة بالعمل على توفير جميع الظروف المناسبة من أجل قيام المنظومة الصحية في بلادنا بعملها على أكمل وجه وأشهد النواب بما تحقق خلال السنوات الأخيرة من توفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين الأكثر هشاشة مشيدين بالتأمينات الصحية المهمة التي أصبحت في متناول كثيرين بأسعار مناسبة ترجمة نانسي قنقر